اشتركوا في القناة ورمضان كريم غيداء من كثر ما بعرف أنه اليوم في مفاوضات حاول تركيب حكومة في الإتلاف فلذلك ممكن أن تكونوا حارصين على بعض المقابلات التلفزيونية غيداء ممكن تعرف المشاهد على غيداء غيداء رينا وزعبي من الناصري أم لولدين طلاب جامعة وطلاب طالب مدرسي في السابق قدرت مؤسسة من أكبر مؤسسات في المجتمع العربي في إسرائيل أسمها مركز إنجاز اشتغلنا مع 70 سلطة محلية عربية أمام المؤسسات الحكومية في كل ما يتعلق في عمل السلطة المحلية من ميزانيات تخطيط وبناء قضايا تربية التعليم قضايا التشغيل والاقتصاد وما إلى ذلك طبعا من ضمنها في له علاقة في السياسي؟ غير الاقتصاد في له علاقة في السياسي؟ يعني مركز إنجاز هو كان لا يزال طبعا مركز مهني ولكن عملي كمديرة مركز إنجاز اشتغلت مع كل أعضاء الكنيسة العرب وكمان طبعا كان في التقاطع مع أعضاء الكنيسة من حزب ميرتس بهدف تدعيم أنت ما كنت عضو في ميرتس مظبوط؟ لا أنا بشكل رسمي لم تنتمي ولا لأي حزب؟ لا أو حتى يقال أنه كنت في التجمع؟ لا ولا مرة كنت بالتجمع؟ لا ولا مرة كنت بالتجمع أنا بشكل رسمي انتسبت الحزب ميرتس في بداية السنة ولكن أنا خطي منذ البداية منذ بداية عملي الجماهيري والمهني كان خط ميرتس اللي هو يقول قضية المساواة ما بين المجتمع العربي واليهودي وفي التأثير من الداخل لا يكفي وهذا بتخيل أنه كل ياتنا احنا صرنا واعينه والناخب العربي كمان فهمه في المرحلة الأخيرة لا يكفي أنه السياسة العربية تبقى على الهامش وتبقى في المعارضة وتقول احنا لازم أنه نغير طيب كيف بدك تغير؟ غير من الداخل طيب من غير من الداخل بس هاي طبعا هاي نظريتك أنت ونظرية حزب ميرتس مش نظرية الأحزاب الأخرى اللي بتقول لا غلط أنه اليوم أننا ندخل بعد 73 سنة غلط بعدهم بقول غلط أنه ندخل في أي اتلاف حكومي يدعم يمين أو يصار أو يدعم إكس أو يدعم وي غيدا أنت معناته كان في إلك تجربة كبيرة مع المجلس المحلي وخصوصا المجلس المحلي العربي معناته عارف شو الوجع تبعهم؟ طبع 15 سنة عمل دقوب مع 70 رئيس مجلس محلي عربي مع أقسام الهندسة مع أقسام المالية الحسابات شو وجعهم؟ شو وجع وين خلل في المجلس المحلي؟ يعني طبعا فيه هنا يعني ممكن الواحد يكتب مجلدات وبما أني أنا خبيرة في السلطات المحلية العربية بقدر أن أحكي لك ما بتكفي برنامج بس أنت ماخذ جاي بهاي على الأجنت طبعا بما أني أنا جاي من الميدان بعرف وجع زي ما أنت بتحكي وجع السلطات المحلية العربية أنا بقول لك شغلته وجع الخلل أول إشي خلينا نحكي على وجع بالوجع أولا كل ما يتعلق في نقاط التماس في العمل المهني ما بين السلطات المحلية وما بين مؤسسات الحكومة هنا لازم يكون فيه شغل أفضل من هيك بكثير خاصة فيه ما يتعلق في التخطيط استراتيجي تخطيط مالي لميزانيات كثير مرات للأسف شهد بتكون فيه ميزانيات موجودة داخل المؤسسات الحكومية ولكن ما فيه إمكانية لسحبها مش بس لسحبها إنما كان لتنفيذها على أرض الواقع من بناء مدارس من بناء مؤسسات من بناء مناطق صناعية وبناء حرات جديدة كثير مرات بيكون فيه نوع من يعني الخلل في العمل المهني وإحنا يعني من خلال خلق الإدارة يعني أو خليقوا رئيس المجلس لا 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 فيه طلع يعني فيه رؤساء مجالس اللي عن جد ربنا الله بيشتغلوا بكل ضمير وفيه رؤساء مجالس اللي بالنسبة لهن كل تغيير فيما يسمى في الحالة الآنية هو بالنسبة لهن هو يعني أكتر من اللازم شغل وطبعا الأغلبية موجودة في النص مهم جدا وهذا يعني جزء من الضغط اللي أنا اشتغلته أمام خاصة وزارة الداخلية ووزارة المالية مهم جدا أنه يكون فيه تأهيل كافي للمهنيين داخل السلطات المحلية اللي تيجي ترصد هاي الميزانيات وتنفذها على الأرض طيب كيف ممكن يتم تعيين هذول المهنيين بالرغم أنه إحنا اليوم إحنا شايفين معظم رؤساء المجالس المحلية العربية من دهن وكلي يعني بده يصير رئيس مجلس أوعد وعودات الوعودات هاي بدهوا فيهم من ضمنها طبعا قسم التعيينات يعني منشيل مهندس منحط مهندس منشيل محاسب منحط محاسب منشيل رجل مهني بيكون مدير عام للبلدية منشيل ومنجيب بالأقربون أولى بالمعروف السياسة الأقربون أولى بالمعروف ثانيا عندك رؤساء المجالس المحلية العربية للأسف ما كلهم طبعا متخصصين معظو في الخرائط لايكالية ما بعرف حتى هندس الدارو يعني ما بعرفش أنه يحللها يعني أول إشخاص أنت بتقارن كيف أنتوا إن جازبتكم التعاملوا معها كيف الوزارات أنت اليوم غيداء كعضو كنسة كيف رايحة تحارب هاي الظواير أولا يعني أنا مقتنعة تماما أنه كل مكانة الوزارة خاصة وزارة الداخلية ووزارة المالية ليس فقط تعاقب اللي بيشتغلش بالصحيح إنها كمان تكافئ اللي بيشتغل بالشكل الصحيح هنا هاي المعادلة الصح بالنسبة لموضوع مكانتي الآن كعدوة كنسة أنا أقول أنه يعني سواء اللجنة اللي تشكلت يعني حاليا لدراسة شؤون المجتمع العربي برئاسة الدكتور منصور عباس عن الموحدة أنا أقول أنه يمكن كان فيه نقاش حول ضرورة إقامتها ولكنها أقيمت مدامها أقيمت أنا طالبت في تعييني عضوي موثلي عن حزب ميرتس داخل هاي اللجنة أنا بعرف أشتغل أنا بعرف شو اللي مطلوب وبالنسبة لي هاي رسالتي اللي أديها داخل هاي اللجنة أجيب قضايا السلطات المحلية وأحطها بشكل قوي على طاولة البحث على طاولة البحث ولكن مش بس على أساس أنه نشخص إنما كمان نجد حلول مهم أنه هاي اللجنة يكون فيه إلى صلاحيات بدون صلاحيات وقدرة على تنفيذ شو رؤية غيداء للمستقبلية برضو لتحديد صلاحيات في رؤساء المجال المحلية العربية أولا في حاجة زي ما حكيت في حاجة أنه يكون فيه يعني نوع من دراسة لكيف هاي التعينات من ناحية كبار الموظفين شو اللي بتم في حاجة كمان أنه يكون فيه تخصصات في حاجة أنه مثلا يعني أنا مبارح جلست مع دكتور عبدالله خطيب اللي هو المدير وحدة التربية والتعليم للعربي وبيقول أنه بالنسبة لبناء مدارس جديدة فيه قائمة طويلة من المجالس المحلية اللي عندها ما يسمى بهرشاوت يعني عندها الميزانية عندها الأرض متاحة للبناء وبعدها من ناحية البيروكراطية ما أدرت أنها هي تصل لوضع اللي فيها هي تقدر تبني ليه؟ لأنه فيه كثير بيروكراطية وإذا أنت مش متخصص في هذا المجال في بناء مدارس في العمل مش بقى هو بناء المدرسة مش بس أنك أنت بدك تشتغل داخل وزارة التعليم بدك تشتغل داخل وزارة الداخلية والمالية والمالية وكمان وزارة الإسكان لأنه كل ما ما يتعلق في موضوع الأراضي أنت هناك بدك تكون فبدك أنك أنت تكون شامل في عملك في أربع وزارات مختلفة طمان وأنا يعني من هنا أطالب كمان أنه يكون فيه تخصيص لتأهيل لشباب وشبات عرب اللي يكون عنده هاي القدرة على العمل أمام كل هاي الوزارات المشكلة اللي بعمل بصير أنا بشوف أنه في المجالس المحلية اليوم يحوظين يهود نيح طيب ما هو فيه فيه إشي اسمه عفوا أنه نحكي عبري كول كوري لما فيه اليوم في كل مجلس بعتقد أنه فيه تعيين تسعارين وتسعارات اللي هم شغلتهم بس يبحثوا وين فيه فلوس صراح مصاري في الدولي لما أنا كنت مديرة إنجاز في 2015-2016 أنا يعني جيت لجوينت اللي هي مع وزارة الداخلية وقلت له اللي لازم أنه يكون فيه تأهيل لكوادر جديدي مهنية عرب ويهود تعمل داخل الصدقات المحلية على أساس أنها تيجوا وتشوف هنا فيه بهاي الوزارة ميزانية مخصصة هنا فيه هاي الوزارة ميزانية مخصصة كيف ممكن أنه نجيبها المرحلة اللي جاي أنه يكون فيه إضافة لهيك تأهيل لأشخاص اللي هني يعرفوا كيف ينفذوا مش بس يجيبوا للميزانية طيب الشيء بالشيء يذكر أنت ذكرت اللجنة المختصة بشؤون المجتمع العربي اللي طبعا أكررت في المدة الأخيرة وهيك أنت بتقول أنت طلبت من حزب ميرتس أنك تكون أنت ممثلة لحزب ميرتس لحركة ميرتس داخل داخل هاي اللجنة شو رايك فيها يعني أنا بما يتعلق بالنقاش اللي تم لا هي كمبدأ هي كمبدأ أوافق أنه المبدأ هو غير صحيح مظبوط إحنا مفروض أننا نطالب أنه يكون في تمثيل لائق لقضايا المجتمع العربي في كل اللجان اللي ستقام طيب ولكن أنا أقول أنه هاي اللجنة هي أقيمت كلجنة موقتي صحيح؟ لأنه إحنا بينما يكون فيه تشكيل حكومي فعندك فقط ثلاث لجان موقتي اللي هي أقيمت اللي هي لجنة المالية ولكن عيسى وفريج قال إشي ثاني قال أنا هاي هاي لجنة الحكم العسكري الحاكم العسكري أنا يعني طبعا طبعا أول إشي أبو كمال عيسى وفريج هو زميل عزيز لإلي والمشتركة برضو انتقدت الموضوع والمشتركة انتقدت انتقدت الموضوع ولكن أسامة سعدي هو كمان رح يكون ممثل عن المشتركة في هاي اللجنة أنا أقول أنه من ناحية المبدأ أنا أوافق أنه أنه فيها إشكالية ولكن اللجنة أقيمت أنه نيجي نقاطع وما نكون داخلها ونحاول نأثر من الداخل هنا فيه خطأ حلو حلو طيب أهم طبعا غير السلطات المحلية ومشاكل السلطات المحلية العربية شو الأجنت تبعت موضوع تشغيل النساء هو موضوع اللي عن جد أنا نساء بشكل عام أو للأكاديميات نساء بشكل عام بشكل عام والنساء العربيات خاصة أكاديميات خاصة أنه احنا بنحكي على 13 ألف معلمة عربية معطلة عن العمل انت بتحكي عن عيال كاملة 13 ألف عيلي اللي فيها المعلمة بتكون عندها منموم لقب تاني في منها حتى اللي معهن لقب ثالث وكعدها في الضارة سنين عم باستنوا دورهن طيب هاي اسمعين اسمعين انت جبتيني هسا لنقطة مهمة جدا اللي احنا برضو لازم لانا انا بعرف فيها وعانيت فيها كل بيت موجود فيه مصبوط مصبوط خلينا نأخذ لواء حيفا لواء حيفا بقولك أنا في عندي نقاط معينة لما المتقدم للطالب الوظيفي يجتاز هذه النقاط أنا ممكن اني اجي احطوه مثلا في النقب او يعني اطلعي ممكن انه ياخذوا من جت يحطوه في النقب او من نحف ويحطوه في النقب كمان ووريني كمان بحطوه في النقب هلأ هاي ما يسمى غايدا اليوم انت موجودة في بناية صنع القرار كيف رايح اتغني اتغيره من هذا النهج اللي موجود مش بس في الوحيفا في الالوية يعني مبارح جلستي مع الدكتور عبدالله خطيب من وزارة المعارف شرح لي شو ما يسمى بطريقة النقاط هاي الشيطات هانيكود انا طلبت منه انه يكون في شفافية اكتر في هذا الموضوع طلبت منه انه يكون في تفسير اكتر لا كيف كل معلم ومعلمة بحصل على هاي النقاط وكيف ممكن انه معلم او معلمي شايف انه هون ظلم انه يجي يتقدم بشكوى بشكل اللي مش بالاخر انه يعني يأذي لانه كتير مرات معلمين ومعلمات بخافوا 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 انه بخافوا انه الاشي يأذيهم المفتش او المدير او فاحنا اتفقنا انا والدكتور عبدالله خطيب انه يكون في عنا جلسة خصوصية على هذا الموضوع اللي فيها نلاقي حلول دي شوي اتوسع انت سألتني على موضوع تشغيل النساء سنة الكورونا هي مش بس سنة كورونا صحية انما كمان هي سنة كورونا اقتصادية بمعنى انه لما احنا منحكي عن انه باسرائيل سبعين بالمية من المشغلين اللي اطلعوا ما يسمى بحالات اجازة من غير دفع سبعين بالمية هنالنساء يعني احنا اسا بشهر ستة وسبعة لما كل الاقتصاد الاسرائيلي يرجع على طبيعته وكأنه وضع النساء بشكل عام ووضع النساء العربيات بما انهن على هامش الهامش رح يعني ينهار بزيادة مجبورين احنا انه من خلال انا يعني من نسبة لي كمان من خلال هاي اللجنة مجبورين انه نبدأ من اليوم نفكر بشكل سريع في اماكن عمل تستوعب كلها النساء لما انت بتقول ليه 13 الف امرأة اول اشي اول اشي في اماكن عمل يعني مثلا يعني نرجع على موضوع المعلماء معقول خلينا نقول ام اي مثلا ام اي في اللغة العربية او في الهندس او في التاريخ تروح تشتري في السوبر فارم لا بس اولا بس اولا قضية هي قضية كتير مرات عرضوا طلب يعني مثلا فيه 13 الف معلمة عربية معطلة عن العمل في المدارس العربية ولكن فيه نقص هذا اللي حصلت على خلينا نقول بيئة لأقل فيه نقص هائل من الاف الوظائف في المدارس اليهودية ممكن انه هاي واحد من الاقترحت الان اقترحتها انه ممكن انه يكون في برنامج تأهيل لهاي المعلمات كلياتها باللغة يحكي لغة عبرية افضل يفهموا شو معناها مدرسة عبرية لانه الطالب العبري اليهودي هو مختلف تماما عن كيف احنا متعامل وبعد برنامج تأهيل يجوا يتوظفوا شو المشكلة انه معلمة عربية اتعلم رياضيات برعنانة مين قال انه لازم انه لازم تكون وحد يهودي صحيح ففي كتير والعكس اماما انا بعرف انه في معلمات ومعلمين يهود بعلموا في مدارس عربية في موضوع ثاني اللي هو يعني خارج طرح هذا 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 كمان هذا الموضوع وراحين يدرسوا يعني انا طلبت انه يدرسوا في 923 لانه فيه كمان برنامج اللي هو لميزانيات 923 اللي هو استمرار ل 922 اللي هو 15 مليارد شكل في موضوع اللي هو موضوع الهايتك صحيح احنا بنقول كلياتنا انه المجتمع العربي هو مهمش كمان في الهايتك ولكن في كتير يعني صناعات اللي هي صناعات ما يسمى اللو تيك اللي هي قريبة للهايتك اللي هي ممكن انها تيجي وتفتح سوق العمل واماكن العمل خاصة للنساء العربيات النساء العربيات هني يعني ممكن انه يترتب لهم من ناحية سفريات ممكن يترتب لهم من ناحية روضات الاطفال واذا الدولة بالفعل قررت انها هي تيجي وتشغل على هذا الموضوع الدولة بتقدر انها تعمل ايشي ممكن يعني تعمل انه تيجي تستوعب هذولا طبعا تيجي تعطي منح للشركات الحكومة تنطي منح منح للشركات أو قروض مؤسرة التي تشغل هاي النساء وتيجي الدولة تعطي يعني تمكن هاي النساء أنها تصل بسفريات ملائمة لأنه كمان يعني امرأة اللي هي طالعة من جذبها من باقة بس اليوم سهل اليوم سهل بعتقد أنه سفريات خاصة صدقني بيكون أسهل أنه لما الوحدة بيكون عارفة أنه هي ضمنت ولادها بالحضاني وطالع من بيتها ورايح على شغلها بتل أفيف وراجع آخر نهار بيكون إيش أسهل قصدك أنت العامة يعني المواصلات العامة يعني قطار أو حل طيب تشكيل حكومة كنتك تسأل كيف عرفت يعني يعني توقعت توقعت تشكيل حكومة طيب طلع في خضم كل المعارك اللي موجود اليوم وخليني نقول تقاضف في الكلمات والجمل وهذا يمين وأنت أكثر يمين يعني اليوم إحنا شايفين أنه خليني نقول النقاش صار في اليمين الإسرائيلي مش في المركز أو اليسار الإسرائيلي أنتو كحركة ميرتز طبعا في عندكم مبادئكم وفي عندكم نقاطكم اللي دائما حاطينها أمام عينكم من ضمنها شغل المثليين شو موقف غي دائرنا وزعبي من المثليين قضية المثليين أولا أنا زي ما قلت أنه أنا سأدعم كل قانون اللي هو جاي على أساس يقدم ويدعم هاي المجموعة قضية المثليين لأنه أنا موجودة في حزب ميرت حزب ميرت هو حزب مسواة حزب حقوق إنسان من هذا المحل أنا أقول بصيرش أنه إحنا كعرب كمجتمع عربي نطالب بس هذا لا يتلام المجتمع اللي أنت جاي منه صحيح ولكن أنا بقول أنه كمان أنت تبنيت مبادئ ميرتز من خليل كل من ثلاثة أربعة شهر غيداء ولكن أنت بتبني المجتمع مبادئ هنا في مبادئ مجتمعية أنا وقلت أنه أيضا أنه كمان المجتمع العربي هو كمان عم بتغير شو بتغير يعني هل تؤدي إقامة مراكز للمثليين في الوسط العربي أنا أقول أنه لكل حادث حديث وأنا أقول أنه حزب ميرتز هو حزب مبني على كل ما يتعلق في نضال لحقوق الإنسان سألتني بالنسبة لموضوع التشكيل الحكومي بدي أحكي لك قبل ما أقول لك شو أنا رأي بتحليلي على تشكيل الحكومي أقول لك بالنسبة لموضوع اللي عم يسير في السياسة العربية أنا سعيدي شال في أنه في تحول أنه وأخيرا صار فيه عندنا تعددية في السياسة العربية قصدك تحول يعني الدكتور منصور عباس جاب نهجة جديدة أنا أختار كلمة تعددية يعني أنا بقول أنه فيه عندنا مشتركي اللي هي جاي على المحل يعني من محل اللي هو بعدنا إحنا بدنا نشوف حالنا في المعارضة ومتمسكين في هذا المحل حزب ميرتز إحنا فيه عندنا موصلين تنين عرب اللي هني جايبين الطرح اللي هو طرح المساواة القيم والتعايش المشترك والتأثير من الداخل وفي عندك الحزب العربي الموحدة عربي الموحدة اللي يقول أنه إحنا بدنا نقتلف مع أياتها التشكيلي المهم أنه إحنا من نكون أثر للداخل أنا أقول أنه حزب ميرتز طرحه هو المعتدل ليش يعني شو رأيك في الموحدة لما الموحدة جايب يقوله أنه أنا بدي كل شي لا فيه فرق لأنه حزب ميرتز إحنا نقول أنه تأثير من الداخل نعم ولكن مش بكل ثمن في عندنا قيم وفي عندنا حدود وفي عندنا خطوط حمرة والخطوط الحمرة أنك أنت ما تأتلف مع ناس اللي هني مثل سموتريتش وبن يمين تانياهو شو عمل وبن يمين تانياهو أعطى شرعي لناس مثل بنكفير وسموتريتش يدخلوا الخطاب الترانسفيري يعني قبل أسبوع يعني حسب رأيك ممصور عباس الدكتور ممصور عباس بيحمل هذا الفكر يعني أنه يتلف مع بنكفير وسموتريتش لا 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 طبعا أول إشي أنا الدكتور منصور عباس وكمان زملاء في الموحدة الناس اللي أنا اشتغلت معهن عبر السنين الناس أحترمهم وهني كمان أصدقائي ولكن أنا أقول أنه أنا فيه اختلاف بيني وبينهم من ناحية سياسي أنا أقول أنه التأثير من الداخل غيدا شو الفرق بين سموتريتش وبين كفير وبين بنت لا فيه فرق شاس شو الفرق فيه فرق شاس لا هذا يميني هذا يميني هذا بيحمل أراء مستوطنين بنت ولا مرة لا أحكي لك أحكي لك قبل أكم شهر كان هو وياه في نفس سموتريتش وبينت كانوا في نفس العزب سموتريتش طلع تويتر طلع على تويتر أنه المجتمع العربي هن مواطنين هيد دولي بين تايم يعني لحد الآن طيب طب هذا مش تهديد بالترانسفير تهديد واضح بالترانسفير بس إذا سألت من نسبة لتشكيل الحكومي أنا برأيه وهذا ما قلته وسأبقى أن أقوله للأسف الشديد بن يميني يتنياه هو سياسي محنق جدا جدا ومن هنا اليوم الثلاثة ممكن يكون فيه تمديد رح يطلع لنا مفاجآت غير صارة تتوقع يعني وأنا متوقع أنه فيه احتمال كبير أنه يشكل حكومي طيب على كل حال إحنا برنامجنا استجل قبل يوم الخميس شو بدي أحكي لك طب أنا بدي أرجع لك على يمينة وعلى بينت وعلى شاكيد هذولها مش من زمان كانوا زملائه في نفس الحزب لسموتريتش يعني خلينا نقول له لساتريلا ولا بنكفير برضو زميل لابنت شاكيد على فكرة أرأها يمني شاكيد أكتر يمين يمني متطرفي أنا أوافق معك شاكيد أكتر يمين من بنت أنا أقول أنه كل سياسي في مراحله السياسي كمان يمر بسيرورة يعني تطلع على لبيد أذكرك بال2015 لبيد قال ركله زعبي مظبوط غير دقر أنا وزعبي أنا أقول أنه كتير مرات بتطلع على سيرورة السياسي وبتقول أنه هو وصل لنوع من النطج السياسي أنا لا أقول أنه يمكن غير قيمه ولكن وصل لنوع من النطج السياسي مثلاً ليبرمن اللي هو كان الأب الروحاني لترانسفير صحيح؟ صحيح صوت ضد قانون القومية وصلنا إلى وضع اللي فيه ليبرمن صوت ضد قانون القومية إذن يعني في السياسي ما فيه أمان بالسياسي هي فن الممكن برأيي أنا فن الممكن؟ ولكن ضروري عجبتني فن الممكن؟ ضروري أنه الواحد يحافظ على قيمه داخل عمله فيه أن الفلاحين إحنا منقول منقول كلام الليل مدهون بزبدي أيوة بزبدي يعني بالسياح وخلط يعني اللي حكينا في الليل ممكن ثانية ومنصبح بأشي ثاني طيب يعني فيه إمكانية أنه حركة ميرتس برضو تقعد مع لبرمن وتقعد مع بنت أو تحت راية بنت كرئيس وزراء حزب ميرتس وأوصى عند رئوبين ريفلين رئيس الدولي على يئير لبيد وبالنسبة لنا يئير لبيد هو الإمكاني الأفضل طبعا مش أحسن إيش ولكن أفضل موجبان مش مش سجري يعني ما عندوش هو بكل العالم كاعد اليوم أو بكل على الأقل لأن الإعلاميين طبعا هم ما بقولها بشكل مباشر أو هو بقول نياه بشكل غير مباشر إنه أنا ما عنديش المسؤولية ما عنديش أتحمل هاي المسؤولية لأن أكون رئيسه وزراء هيك بقول أنا أقول إنه بنت كمان ما في عنده إمكانية بتقدير أنا إنه هو شكل حكومي ليه كشخص يعني اللي هي تعتمد على غير اليمين لأنه هو يعني عاطفيا مش أدري إنه يتخطى هذا الخط عاطفيا أنا أنا براي إنه هو موجود بعده في اليمين ورح يفضل كل إمكانية اللي فيها يتعاقد مع بني وينتانيا لبيد مش لبيد يعني بنت بنت يعني خلينا نقول روح اليمين بعدها عايشة في داخل طبعا طبعا تنساش في عندك أيال تشاكيد أيال تشاكيد هي إنسان كتير يمين وأنا براي هي الصمام اليميني في الحزيز لا أعتقد إنه راح يوقفها برضو يعني بنت بوقفها يعني كلها بدك تطلعي تفضلي يعني ما عندهش مانع أشك بذلك يعني أنا بتمنى أنه ما يكونش على الأقل في انتخابات خامسة لأنه إذا في انتخابات خامسة ساعتها أولا يعني الخطر الخطر كمان من ناحية المجتمع العربي أنه نسبة التصويت راح تنزل بزي صحيح هذا خطر كبير في أي معسكر غيداء رينا وزعب موجودة في مارت في معسكرين في نتسان هوروفيتس وفي طمار زانبر أنا اللي أعرفت أنه إنت كنت اقتراح لنتسان هوروفيتس يعني الاقتراحك نتسان هوروفيتس أنا ونتسان هوروفيتس أصدقاء من زمان ومن زمان دايما هيك في حديث بناتنا ويعني اللي صار هو أنه بشهر واحد طبعا إيلان جلؤون اللي هو عضو كنيسة قدير جدا صحير وضعوا الصحة الدهور فهني قرروا أنه يعني يبحثوا عن عضو كنيسة شخصية اللي تكون كمان امرأة كان مهم بالنسبة إلهن أن يكون امرأة ومع أفضلي أنها تكون امرأة عربية وبما أنه أنا أثبت نفسي كإنساني اللي أول إشي جاي من الميدان زي ما حكيت اشتغلت مع السلطات المحلية بعرف كمان كل ما يتعلق في المجتمع العربي وكمان من ناحية جماهرية عندي أسم الحمد لله فتم الاتفاق على هذا الأسل طيب غيداء في ملف جدا عويص وأعتقد اليوم مش بس عضاء كنيسة العرب وحتى وعضاء كنيسة اليهود وبعض الأحزاب اتبنت هذا الموضوع اللي هو قافة العنف في المجتمع العربي برضو موجود في أجندة غيداء ريناوي طبعا بالألفين وثلتاش واربعتاش أنا كمديرة مركز إنجاز يعني بدأت في نص خطة عمل شمولية قدمناها لمكتب رئيس الحكومي إذا بتذكر كان في حد قليمي في أمي الفحم اللي فيها مكتب اثنين صح أم شافت جوزها ولادها جوزها ولادها اثنين مظبوط وحتى كمان أجت على الكنيسة صحيح ورئيس الحكومي أوعدها أنا ذاك بن يمينة تانياهو بنامش يبكي وبعرش إيش ومتأسش أحكي عمي المسرحية وأوعدها إنه رح يهتم بموضوع العنف الجريمي شو حكيت متأس في إنك تحكي على فكرة هاي اللغة تبشيش هنا في الكنيسة ممش أنا يعني أنا بدأ أحاول أحافظ كأن ما أقدر على المستوى العنف غايدها هاي تبشيش اللغة هون يعني هاي مش متأس في هاي مسرحية كانت مسرحية أنا يعني كما لما بحكي إنه أنا بالنسبة لي القيم هي مهمة كمان صحيح 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 مهمة كمان بالسياس صحيح صحيح وكمان شغلة مهم إن أحكيها كثير من الشباب والصبايا بتطلع علينا كعضاء كنا بأخذوكم كمثال مضوط وأنا وقول إنه في كتير من ناس اللي عن جد قدرين اللي في عندهم تخوف لأنه عم بيشوفوا قديش السياسي فيها عنف وأنا معني إنه أفرجي نموذج آخر من السياسي اللي هو ما يكونش عنيف حتى مع بنكفير هتتعامل يعني أنا يعني بمرو هيك بأعمل حالي مش شايفته في سياسي طيب في سياسي على فكرة كانت إنه بنكفير كهانا كهانا لما كان يطلع يخطب في هية بسحب حاله بطلع شمير ذاك لشمير يتحك شمير كان يخرج من الهياة بنتوش يسمعه صحيح بس هاي المشكلة اللي عم بتصير إسه في المجتمع الإسرائيلي في الفترة الأخيرة إنه إنه لما بسنوات تمانينات كان في واحد اللي هو يفكر بطريقه عنصرية كان اليهود نفس يهجموه صحيح إسه صار هذا البنطون هذا صار الموجود بطل قومي بطل قومي وهي هي الإشكالية الكبيرة بموضوع العنف والجريمي صحيح سألتني أنا أقول إنه الدولي والحكومي لازم تأخذ قرار إنها هي أولا ستقضي على موضوع الجريمي أنا بدأ أفصل ما بين العنف والجريمي الجريمي إحنا منحكي على عصابات إجرام إحنا منحكي على صناعة إحنا منحكي على تجارة إحنا منحكي على خاوة إحنا منحكي على مصاري مفروض إنها ديجي الدولي تقرر إنه أنا بدأ أنشف كل هاي الموارد مضبوط هاي مش بإيد لا عضو كنيسة ولا بإيد رئيس مجلس ولا بإيد في إيد الدولي في إيد الشرطة أنا بدي أفصل قضية العنف نعم في كتير دور لأعضاء الكنيسة للقيادات لمدرأ المدارس لرئساء المجالس إن هن يجوا يطالبوا لجان الإصلاح يجوا يطالبوا بميزانيات وينفذوها ويلموا هاي الأولاد يعني أنا خلال الأشهر الأخيرة لتقيت بحكي لك بصراحة لتقيت مع شباب اللي هني ما يسمى هدول اللي نسميهن الدوديم تعرفين هدول دوديم فيش عندهم طموحا فيش عندهم أفو ولا إشي وصل الله طريق مزدود خلاص أنا هنا هاي طيب غيداء ريناوي طبعا دهمنا الوقت شكرا لإلك رمضان كريم بهذا مشاهدنا الكرام نتائج هذه الحلقة ببرنامج دول الكنيسة نشكر عضو الكنيسة غيداء ريناوي زعبي من حركة ميرس على أدل العمال لقائي بكم في الأسبوع المقبل ما شاهدت الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر